وفي هذا السياق أكد المستشار أحمد محمد المدوب رئيس اللجنة الإعلامية للانتخابات النيابية التكملية 2024 عضو هيئة التشريع والرأي القانونية أن الدائرة الأولى في محافظة المحرق شهدت إقبالا واسعا من الناخبين الانتخابات اليوم بدأت في تمام الساعة الثامنة صباحا في ظل توافد وأقبال واسع من ناخبين الدائرة الأولى بمحافظة المحرق طبعا شهدنا مشاركة واسعة من ناخبين الدائرة الأولى من السبت السابق وأيضا تواصلت اليوم وبشكل منتظم وبشكل سلس صناديق الاقتراع فتحت الأبواب المقار الانتخابية من الساعة الثامنة صباحا في ظل تواجد طبعا في ظل إشراف من السلطة القضائية وفي ظل إدارة كاملة من قبل السلطة القضائية وبحضور المرشحين ووكلائهم وتم التأكد من قبل بدء العملية بأن الصناديق فارغة ومن ثم انطلقت العملية اشتركوا في القناة